السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hello everybody I hope you're fine اليوم وصلنا معاكم إلى الدرس رقم ثمانية من سلسلة تعلم أحرف اللقاء الإنجليزية بعد ما خلصنا تغريبا الأحرف المركبة اليوم راح ننتغل إلى أحرف إذا جاءت مع بعضها في حرف يلفظ وحرف لا يلفظ دعونا نشاهد ذلك إذا اليوم عندنا حرفين إذا جاء حرف ال-K وبعده حرف ال-N راح نشوف مين أي حرف ما يلفظ لا يلفظ إذا جاء حرف ال-G وبعده حرف ال-N راح نشوف أي حرف لا يلفظ طبعا الكل قاعدة شواب هنا أول قاعدة إذا جاء حرف ال-K وبعده حرف ال-N مباشرة فإن ال-K لا تلفظ انتبه حرف ال-K زاد ال-N الكي لا تلفظ مثال إذا هنا عندنا حرف ال-K وال-N الكي لا تلفظ ظل عندنا knife knife ال-E آخر الكلمة تكتب ولا تلفظ knife knife بمعنى ماذا سكين إذا هنا الكي وال-N الكي لا تلفظ الكلمة number two إذا جاء حرف ال-K وبعدها حرف ال-N الكي لا تلفظ و-W-E knee 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 بمعنى ماذا ركبة knee بمعنى ماذا ركبة الكي زاد ال-N الكي لا تلفظ انتبع علي في عندنا قاعدة أخذناها في الدرس إذا تابعت الفيديوهات قبل إذا جاء حرف ال-G وحرف ال-H في وسط الكلمة لا يلفظ تابع الفيديوهات قبل ركبة ال-G وال-H وسط الكلمة لا تلفظ ال-N و-I night و-H night شوف الكلمة كم حرف طار ال-K وال-G وال-H كلها لا تلفظ ال-K لماذا لا تلفظ؟ لأنه جاء بعد حرف ال-N ال-G لا تلفظ لأنها جاءت وسط الكلمة night night فا رس إذا night بمعنى فارس الكلمة number 4 هنا ال-K وال-N كما ذكرت ال-K لا تلفظ night night أو بالأمريكي يقولون night night التي تلفظ أما بالبريطاني يقولون night أما بالأمريكي يقولون night night بمعنى الحياكة بمعنى ماذا؟ الحياكة إذا night night أو بالأمريكي التي تلفظ night إذا هنا نلاحظ إذا أول قاعدة الكي وال-N الكي لا تلفظ كي جاء بعد حرف ال-N انتبه أنت لهم تلفظ الكلمة أو وجيك الكلمة كي بعد ون الكي لا تلفظ مثال knife knife سكين knee knee الكي لا تلفظ ركبة night night فارس الكي لا تلفظ لأن جاء بعد حرف ال-N وجي وليش وسط الكلمة لا تلفظ night الكي وال-N الكي لا تلفظ knitting knitting or needing إذا بمعنى الحياكة نأتي إلى القاعدة الثانية من درس اليوم هو حرف ال-G وال-N انتبه ال-G وال-N هناك ال-K وال-N هناك ال-G وال-N عندما يأتي حرف ال-G وال-N ال-G لا تلفظ نتبه نتبه اول كلمة جاء حرف ال-G ونشطب على ال-G ونالفضها الكلمة ن و-N نات 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 بمعنى ماذا؟ بعوضة اذا اول كلمة نات بمعنى ماذا؟ بعوضة نات نات الكلمة الثانية number two G-N الجي لا تلفظ ن وال-S و-S تلفظ شه ذكرت سابغا في الدروس السابغة ناش الناش هو الصرير يعني مثلا هذي يطلق صرير بأسنان إذن الصرير صرير هو صوت الأسنان يعني وهذا وقت يصر بأسنان ويفرقنا على بعض ناش صرير هنا صاين الجي ولا أن الجي لا تلفظ صاين بمعنى إشارة أو علامة هنا الجي لا تلفظ الكلمة الأخيرة نو الجي عفوا وقع الغلم الجي والن الجي لا تلفظ إذن هنا عندما يتحرف الجي وبعده حرف لن نو نو بمعنى ماذا يزعج نو بمعنى ماذا يزعج إذن يزعج نو إذن القاعدة الثانية الجي والن الجي لا تلفظ مثال نات كرر معي نات ناش ناش الجي لا تلفظ صاين صاين الجي لا تلفظ جي ون الجي لا تلفظ صاين على موجه نو نو بمعنى ماذا يزعج نتابع هنا ها الاس وليش يلفظ شه لأنه كما ذكرت سابقا نجب على انتباه هي كل دروس مرتبطة معها تابع الفيديوهات من الأول إلى من الدرس الأول حتى الدرس رغم ثمان إذن نعيد درس اليوم الكي والن الكي عندما يأتي بعده هرفة لن الكي لا تلفظ مثال نايف نايف ني 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 نايت نايت الجي والن الجي لا تلفظ غسطة الكلمة نايت نايت نتن ندن ندن بمعنى ماذا حياكة إذن نايف ني نايت نتن الجي والن القاعدة الثانية الجي لا تلفظ نات ناش صاين نايت نايت تلفظ إذا جاء حرفة جي وبعده حرفة الجي لا تلفظ أرجو أن تكون قد استفدتم من هذه المعلومة ما عليك هو أن تستخرج من جوجل أو من المعجم بعض الكلمات التي فيها حرفة جي والن وشوف طريقة اللفظ إذا جاء وعدنا هنا حرفة كي والن طبعا لكل قاعدة شواذ أرجو أن تكونوا قد استفدتم من درس اليوم لا تنسون من اللايك والشير والسبسكرايب والمشاركة الغناء لدى الأصدقاء لديكم ولكم جزيل الشكر وسوف أضع لكم في الوصف ترتيب الدروس من الدرس الأول حتى درس اليوم وسوف أضع لكم قناة أرجو الدعم لها هي قناة على اليوتيوب لتعلم اللغة التركية جيدا لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا